قمة مغاربية مرتقبة على مستوى رؤساء الدول الأربعي ستحتضنها تونس بعد شهر رمضان في مسعى للتنسيق والتشاوري في ملفات عدة وخاصة الأمنية والاقتصادية في ذل جمود في مؤسسات اتحاد المغرب العربي الرئيس الجزائري عبد المجد تبون وفي آخر حوار إعلامي له أكد أن اللقاء المغاربية ليست تكتلا ضد أحد جيران في إشارة للمغرب وأن الباب مفتوح أمامه للإنضمام نحن مدى بنا فيه بعض الأمور التي تهمنا مع بعض وبالأخص أن مشاكلنا تكاد تشبه بعضها بعض والباب مفتوح إذا كان نوحد الكلمة مرحبا باش نعزل هذا ولا هذا وهذا العمل ما تخلش فيه الجزائر أبدا التحديات الأمنية في الجوار الملتهب لدول المغرب العربي وثكاتلات الاقتصادية الإقليمية تفرض على بلدان شمال إفريقيا توثيق وتعزيز الشراكة بينها برعي خبراء أمام الرهانات المتعددة وتشكل فرصة أيضا لإعادة ترتيب البيت المغاربي على أسس جديدة أكيد أن دعوة الجزائر للعنقات قمة ربعية مع فتح الباب للمغرب للإنضمام أما هي بادرة جيدة للجزائر ولهذه الدول بضرورة إعادة بعد مشروع جديد للإتحاد المغرب العربي وهي فرصة كذلك للعودة ومعالجة العديد من إشكالات المرتبطة بالعلاقات المغاربية وخاصة العلاقات الجزائرية المغربية التي تشهد حالة انقطاع ربما تكون هذه فرصة من أجل إعادة تطبيع العلاقات بين الدولتين وسيعقد اللقاء المغاربي دوريا وبالتداول كل ثلاثة أشهر قد تطوي القمة المغاربية الربعية المقبلة حسب مراقبين حدة الخلافات السياسية والتاريخية بين البلدان المغاربية ولسيما بين الجزائر والمغرب وقد تحيي معها الأمل في إعادة إحياء العمل المغاربي المشترك محمد جراد على المشهد الجزائر